أهلا بحضراتكم جديد شفنا السؤال المريب لمن وشفنا كل تفاصيل وشفنا الواقع بتاعه ايه لكن يبقى كلام كتير في الغربال موسم الهاري انبان له امارة طبعا في قرب الهاري بانه ولا انبان له هو بان بس انبان له امارة لازم انتبقوا فاهمين انه بمجرد ما هتظهر فترة موسم الهاري ده والرغ والهبد والانتقالات خدوا بالكم دي فترة ودي للأسف كتير من الاعلام مصادر معلوماته فيها في انتقالات اللعيبة وصفقاتهم المصدر هنا وكيل اللاعب او احد السمسرة المتعاملين لتنشيط السوق لتحريق حد او اختلاق اشاعات لضرب استقرار فرقة وانا هنا بتكلم بكل صدق لكل الاندية مش صح ابدا ان الاعلام يمارس دور تخريبي في استقرار الفرقة الاهلي وبقيت الاندية كلها لانه طبعا الاهلي بيحظى بالقدر الاكبر من هذا الهاري على حسب حجم الشعبية ولمشاهدة كل يوم بتاني يقولك مسماني قال كل يوم لكن الراجل لما بيسمع بيستغرب انا قلت المين هقولكوا بعض النماذج على هذا الهاري وحتكتشفوا انه الناس بترد على بعضيها فخلينا نبقى واخدين بالنا شوية في الحفاظ على الفريق واستقراره الاقي مثلا صدى البلد عرض سعودي ضخم لضم محمد الشناوي من الاهلي ده صدى البلد ثم رد الجمهورية رغم اغراءات النصر والحزن الاهلي ناوي على بقاء الشحات والشناوي طيب مصدر في الاهلي قالوا بيكشف ليالا كورة حقيقة وجود عروض احتراف لمحمد الشناوي فتلاقي المصدر ليالا كورة بينفي تماما تلقي الاهلي اي عروض طبعا الشناوي اي نادي دلوقتي يتمنى ان هو يكون عنده حالس بهذه القيمة بس ليالا كورة بيقول انه المصدر قال لهم الاهلي لم يتلقى اي عروض يعني عكس الاتنين التانيين اليوم السابع مسيماني يتمسك ببقاء الو ديانج وفيه شرط وحيد لرحيله عن الاهلي خلاص الاقي في الدستور الاهلي يبدأ مفاوضات التجديد نا استنى بس شرط وحيد بقى اللي هو ايه عشان تعرف ان الموضوع مرويش علاقة مسيماني خالص اه وصول عرض المالي مغري اه الا هو مسيماني هيكلم في المغري وغير المغري اه اشتغل امير توفيقي لا ما هيش هو مسيماني حاول انا عايز من ناحل فنية ده اه او مش عايزه اه بالضبط لكن العرض المغري وغير المغري هو اكبر دي مش عالة مدير فني اه ده دليل الفبراكة يعني اه الدستور قالت الاهلي يبدأ مفاوضات التجديد لمعلول واجيه وبيغر السلية ب11 مليون يغريه في حين ان السلية انت سمعتوه انه سعيد جدا ولا يفكر ابدا في الخروج من الاهلي لكن ماشي في اخبار اليوم بقى فيه مسبحة حمراء مش لي ماني برضو اه انه استقر على رحيل عدد من النجوم وانا انا عايز اقول له مع منح حسين الشحات فرصة لنهاية المباريات قال يعني حسين الشحات واخد فرصة لنهاية المطشاط لو ما يزبطش وجوده لسه حسين الشحات هيزبط وجوده انتم متخيلين هتلفه هتلاقي كله بهذا الشكل بوابط الاهرام وولتر بواليا يثير الحيرة في الاهلي قبل كده تقالك ده خلاص ماشي اليوم السابع الاهلي يرفض بقاء وولتر بواليا في الموسم الجديد رغم الاهداف القاتلة الاهرام مسيمان يشيد بكهرباء وبواليا ليه بقى ما انتو قلته خلاص ده ماشي ده الدبع لا اه ده الاخبار اللي قال كده اه الاهرام اللي قال لا بيشيد بيوم وبيتمسك ببقائهم والجهاز الفني بيوافق مبدايا على اعارة ندفد لفارقه وغموض موقف محمد محمود طب بواليا ايه الحكاية الجمهورية قالت لك بسبب تقلق بواليا مكسيوني رايح جاي في الاهلي طب مكسيوني رايح جاي في الاهلي والسبب بواليا الدستور قالت لك لا ده الاهلي هيجدد ده صلاح محسن بستة مليون ومسيوني بيرفض الصفقات المتبادلة بوابت اخبار مش فان بيقحموا مسيوني في كل كلمة ده مسيوني لما بيعمل كده هيمرن انت بوابت اخبار اليوم مروان محسن يدخل حسابات فاركو في المركات الصيفي ومصدر من كايزر تشيفز اللي في الجول سنناقش مع ان جوكوبو رغبة الاهلي في ضمه هنا بقى لا ينبئه كقدر خبير والموانس عاد لي خبير الفترة دي خبير مرحلة التصدي للهاري الاعلامي لانه بالتأكيد جرب ده كتير امتى الاهلي بيقرر مين يمشي ومين يوقع مع تقرير مين يمشي تحديدا لازم يقع تقرير اخر الموسم مين ييجي ممكن يجيلك ترشيحات بتتحول لجهات الاختصاص زي لجهة التخطيط ولما يبقى فيه حاجة تستحق العرض على الجهاز الفني تعرض على الجهاز الفني برضو فيه توقيتات مش معادها دلوقتي وبعدين ياخدوا من الجهاز الفني ويشتغل فانك انت تصور يعني مفيش ماشي هايان الا بتقرير المدير الفني طيب ازاي انت هتماشي ناس طيب مبدئيا مفيش تقرير الفني قبل نهاية الموسم مستحيل مش كده مين هيعمله يا صاد إبراهيم خلي بالك لا قدر الله ده فيه إصابات وفيه أحداث ممكن تحصل المان يونايت يجي يختار العيب من عندك فجأة بس بقولك فيه أحداث تخليك هتقعد وده آخر الموسم يعني الادعاء الموسماني كل يوم بيقول للصحفيين أخبار كل يوم كل يوم بيقوله كل النهار احنا بقلنا أكتر من شهرين في موسماني قال وموسماني حيمشي وموسماني حيقعد وموسماني بيرشح وموسماني مختلف وموسماني متطفق وموسماني زعلان وموسماني بيشيد يعني موسماني راجل قاعد ما بيعملش حاجة غير في معشلة صحفين كل يوم بيصهر ويقولهم كل حاجة بيدلع فيهم ويقولهم أخبار يعني حتى جربت بقى انه لعيبي يتكلم عليه لإعلام انه ماشي وانت اكتشفت ان الجهاز متمسك به جدا او نجح قوي كتير كتير طبعا في لابيو يا ما تقال لعيبة كتير جدا وبعدين يا راجل هو أكتر من جيلبيرتو اللي يجيله وطر أكيلس وتحتفظ به وتديله حقوقه وتعالجوا علاج كامل وتعالجوا لمدة سنة ونص مرتين بعد ما يرجع يصاب تاني في نفس المكان وبعدين يرجع كامل مع نادي الأهل ويعمل موسم رائع ويكون سبب في فوز النادي الأهل يبقى أكثر من دوري وهو ده مش حالة طب لو الظروف اللي احنا فيها دي الأهل استبعد جيلبيرتو زي ما بيحصل الوقت مع محمود محمد محمود اللعيب موجود وبيتعالجوا لكن لازم يضيقوه غموض الموقف غموض ايه ما هو ما نزلش لسه هو بيتمرن أو بيتمرن لسه ما لعبش وغموض ازاي مشا ما يلعب يعني ندفد نفس القصص هم بيستنتجوا يقولك اللي ما تيجي يقولك ازاي ما وضطوش انت بصرعة ما قال لكش اكتب الحمد لله ازاي؟ ما هيسأل الشخص اللي كتب؟ وانت ما سألتهش؟ مش فيه دلوقتي بقولك خلاص الوقت خلص؟ انت عايز يخلص؟ اول ما جينا عند قبير كتب الحمد لله قالك الوقت خلص ده بالحمد لله على كل حال